أكد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الأعلام وشؤون مجلسية الشورى ونواب أهمية دور الرسالة الفنية والإعلامية في تنمية الحس الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية وتعميق القيم المجتمعية والإنسانية المشتركة على أسس من الود والتعايش والتقارب بين الجميع جاء ذلك لدى إقامة مهرجان البحرين للأغنية الوطنية الذي نظمته وزارة شؤون الأعلام بالصالة الثقافية بحضور معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وحشد كبير من الجماهير امتلأت بهم مدرجات الصالة الثقافية وأعرب الوزير عن اعتزازه بتنظيم هذا المهرجان بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء البحريني بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايستر وخليفة زيمان ذلك بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وأكد وزير شؤون الاعلام ومجلسي الشورى والنواب حرص الوزارة على دعم وتغطية الانشطة الفنية والثقافية وابرازها في مختلف وسائل الاعلام ومن بينها الاغاني والاعمال الفنية الوطنية ايمانا بدورها في ابراز التاريخ والتراث العريق لمملكة البحرين وبيان منجزاتها التنموية خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى يده الله من جانبهم عبر سعادة الوزراء الذين حضروا المهرجان عن شكرهم لسعادة وزير شؤون الاعلام والمجلسين لمبادرته باحياء مهرجان البحرين للاغنية الوطنية الذي اطلق طاقات شبابية متجددة من الفنانين المشاركين بهذه المناسبة الوطنية السعيدة كما اشهدوا بتنظيم رائع للمهرجان المتميز كما تم على هامش المهرجان اعلان الفائزين في النسخة الثالثة من المسابقة الشعرية وطن المفاخر التي اطلقتها اذاعة البحرين